اشتركوا في القناة ويجبنا نعود لأصل الأمر الأصل الأمر هي أنه دائما كان فيروس الكورونا كان دائما عنده الإشكال تختور الدم حتى الحالات الوفيات الأولى كانت نتيجة التختورات الدم وكانوا قتالوا مجموعة الأدوية التي تساهم بجريان الدم من أجل تقليل لذلك ظهور هذه الحالات بنفس الأعراض هي التي خلت نمسا ودنمارك ونرويج وإسلان نظن الآن إيطاليا كذلك أنها توقف ولكن ليس وقفته في مرة مثلا بالنسبة لدنمارك قررت أنها توقف مدة 14 يوم فقط من أجل إجراء دراسة حول العلاقة بين اللقاح وبين هذه الظاهرة تختور الدم لأنها ظهروا حالات الوفاة كانت وفاة سيدة في دنمارك عندها 50 سنة كانت حالة الوفاة في إيطاليا نفس السبب وكذلك مجموعة حالات وفاة تنجوز في طايلوند نفس السبب هذا هو الذي يجعله لأن هذه الدولة تأخذ قرار لأنها توقف في التلقيح إلى أن يتضح على هذا الأمر هنا السؤال التي تظهر في المغرب هو هذا لماذا في المغرب؟ لدينا تتبع الحالات من بعد الجرعة الأولى والجرعة الثانية لكي نرى الآثار مع الأسف لا يوجد لماذا لدينا حالات الوفاة نتيجة طبعا هنا حالات هنا حالات وأظن آخر حالة هي الزيتوني الذي كان في الإنعاش في الضار البيضاء والتي توفى كذلك هناك حالات في سيدي مومن وكانت حالة أخرى خارج مدينة الجديدة هذه المغربة لدينا فقط من الضربة والنواحي ولكن لماذا وزارة صحة دارت أنه تبسل هذا الملال واذا قدرت توقف على أسباب الوفاة واذا قدرت تربط بين هذه الوفايات وما بين اللقاح ما الأسف لا حتى الناس الذين يدرون لتلدباء كان يدرون على خمسات المليون دي الناس الذين يدرون تلقيه في حين الحديث حول الأعراض الجانبية لا يمكن أن هذا الفاكسن يدرون أعراض جانبية في كثير من الدول يدرون التالي المغرب ويدرون استثناء وهذا الذي يظن الناس أنه استثناء هو فقط راجع لأن الدولة لا تتبع الحالات للناس الذين يدرون الفاكسن يموت ويموت ويومين ويموت وليس وليس خاصة هناك بعض الحالات التي أحيلت على الإنعاش كانت الحالة في سوق الأربع التي أحيلت مباشرة كانت إنا فيسي ومشرت بعد الحالة ومن بعد ما أعرفنا كيف وقع هذه السيدة ما هي العلاقة ما بين هذا اللقاح وإنا فيسي الحالات كانت وكانت حتى داخل مع الأسف لا تصريح حتى داخل المستشفى مثلا بالنسبة للقطاع الطبي أو الأطر الطبية التي تدرون اللقاح في مستشفى بن رشد في الدار البيضاء وبالرغم أن كانوا مجهزين وكانوا أطباء مخصصين في التخدير وكانت هناك حالة لقد تنشوك في الأكتك وما لا تضروا ما علي إذا كانت واحدة داخل مستشفى 20 غوشت بقاء الإمكانيات وكانت حالة حالة وما تتبع ها إذا فما لك في الحالات الأخرى كانت الحالة كذلك المواطنين لكي يتوقف الفاكسين يجب وزارة الصحة يعطينا المعطيات الدقيقة ونحشم من الحالات التي كانت حالة نطرحها ونشوف ونحن تتبع لكي نحن بالنسبة للمنظمة الصحة العالمية حينا ترخيص للقاء حينما وكت تقول انيرجنس فهي بها انيرجنس يعني تقول أنك يجب تتبع لأن معطيات كافية وانيرجنس 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 ترخيص عادي لكي ترخيص الرجنس لأن لا يكمل المراحيل كاملة وانيرجن فاهم وانيرجن تتبع الوزارة الصحة للحالة كاملة كذلك بالنسبة الدور الوزارة في الإحصائيات التي تعطي لدينا إحصائيات واضحة بسعر الحالات وانيرجنس الحالات هنا لماذا لم يكن تتبع السعر وكأن الوباء لم يكن ثانيا مؤخرا أو البارح أو البارح هنا كنسمع جونس وانيرجنس ترخيص جونس وانيرجنس وسبوتنيك وهنا سؤال بسائد جدا وزير الصحاف وحد صراحه قال لك انه في شهر ماي سنسالي وانيرجنس انت تقول في شهر ماي سنسالي جونس جونس سن وانيرجنس سنسالي في ماء ثانيا ماء قريب قتلها في أبريل وانيرجنس وانيرجنس حتى الآن وصلين ما حال التواصل 10% من المياه سيب و و ماي يظن لأن الماء سنستطيع أن المياه من المياه 80% الساكنة المشكل الكبير وهي المسؤولين السياسيين يسحبون الشعب لا يوجد ذاكرة أنه يأتي يستطيع يمشي الناس تعقل وعرف ماذا يتقال وغياب المحاسبة على الأخطاء التي تدار من بداية الجائحة تلدبها هي التي تجعل كلها يقلبها نحن ننتظر ووزير الصحة خرج تصريح حرص ماء وقال أن في ماء سننتظر ماء ونرى ماذا سيقع لا يكون حقنات 30% لبوبيل وفي في أفريل 2022 لأنه هو الرقم التي تتعطل لمغاربة أفريل 2022 يمكن أن نكمل الفاكسيناسيون إلا لا يوجد المغاربة إلا ترسوش بانتيشار أكبر أو سننجرب ثاني نقتل وكذلك مرتبطة في هذه اللقاح وبعد المرات تصل لدرجة العباد مثلا أحد المسؤولين للجنة العلمية يتحدث بصراحة ويقول أسترازينيكا الذي نحن من الهند لا يوجد في إنجلترا إذن لا يوجد مشكلة لا يوجد في أوروبا لا يوجد مشكلة فهنا يأتي السؤال لماذا المسؤول تعرف ماذا هو هذا يقول لدرجة لا يوجد ماذا هو الليسون لفبريكاسيون سيجعل التكنولوجيا لماتير بيت Covid أسترازينيكا أستاذينيكا اسفпис في مست với الياب أن نصب الشخص أن انا ذات مؤشر بشكل في حالة سيبرديلات برمية والدوزيام كاتيجوري. ميديكا مونستان ميديكا مو. إلا إذا كانت حالة خاصة لشرطات الدولة المغربية على أسترازينيكا لتعطيها لفاكسر. إما لدوسية تكنيك للتعرض في المغرب هو الذي كان في إنجلاطيرا أو في الهند أو الذي كان في قائد الدول. لن نتوقع كل مرة نتوقع لنا. المشكلة هي أن يتوقع واحد يتوقع في اسم اللجنة العلمية ويقول لك الدول ليست هنا والذي نحن ليست هنا. ننسى الفاكسن للأسترازينيكا في العالم كامل. بالنسبة للمكونات لا بالنسبة لإزادجيفون لا بالنسبة للادينوفيروس الذي يستعمل لكل شيء. لن نتوقع شيء تبريرات لما لديها أساس من الصحة. كما تحددت قبل لجونسون أن جونسون وقلت أنه يتم الترخيص له. كذلك يتم الترخيص لسبوتنيكا كما نستطيع الترخيص له. هنا عوثينيكا كانت مرة أخرى للجنة العلمية ووزارة الصحة وسوء التدبير للميلف. لأنه في قوت كانت قوت كانت مسؤول لمؤسسة قاماليا التي تنتجها سبوتنيكا وكاننا رأينا تصريحة الوزارة ومدير الشركة غالينيكا لأن غالينيكا ستأخذ سبوتنيكا للمغرب. عندما تتوقع يضر على هذا الموضوع نسمع ترخيص عوثينيكا ما استمرار ماذا تكون من قوت أو من قوت تلدابة لماذا تتوقع في هذا الوقت. لماذا ضيعنا هذا الوقت كماليا لأن المدير مسؤول سبوتنيك للمغرب. لماذا 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 تدرى وكان وإن اصدرنا 35 مليون دوز بين ملايين ملايين سبوتنيك ونظر للمشاهدة أخرى. تدبير ميلف لا يوجد الشفافية ووضوح. وهناك ارتجالية كبيرة. إما سبوتنيك والدول التي تأخذها منها بالغارية وربما كانت دول المعسكار الشرقي سابقا. بدأت استعمال سبوتنيك. الآن دول تستعمل للمشاهدة فايزر وموديرنا. فايزر وموديرنا. لماذا أن أمريكا شدته؟ وعضية أسباقية لها هي والبعض الدول. بالنسبة لأسترازينيكا قبل أن يتم الترخيص له في الاتحاد الأوروبي كان موجود في المرشي وكان موجود في السوق. بعد الترخيص له في الاتحاد الأوروبي لا يوجد. إذن هذا الفاكسين التي تأخذ الدولة. وكان لدينا 1 مليون وستمية وثمينية ألف دوز. لا يوجد شيء واحد يقول لك هذا هو رجلتهم ولا مجدتهم. والذي سأعطينا الوامس. دون البروغرام كوفاكس. لا يريد أن نرى كيف يوصلون وكيف يوصلون وكيف يتعامل معهم. خاصة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية. يمكن الآن الحكومة لا يتحدث عن الأعراض الجانبية. ولكن الوامس قدرت واحد الآلية للتعويض للضحايا الأعراض الجانبية. هنا سأقوم بإضافة واحد النقطة. ربما الكثير من الدول لا يتحدث عن الأعراض الجانبية لسبب واحد. هي أن فايزار ومديرنا هم الأولين. ومن بعد تبعاتهم أسترازينيكا أو شركات المصنعة عن اللقاح. هذه الشركات كاملين طلبوا من الدول كلها بما فيها المغرب. أنك لا يوجد الحق أن تتابع الشركة في حالة ما تبنوا أعراض الجانبية. يعني أعطيهم إيمينيتي جريدك. وأن الذي يتابع الدولة ويتابع الشركة. هنا تبين تخوف الشركة من الأعراض الجانبية. لذلك تقول لك أن أعطينا إيمينيتي جريدك. لذلك لا تأكد من الفاكسين. الوامس قدرت تجاوز هذه النقطة. لذلك تقوم بعمل آلية جديدة على الصعيد الدولي للتعويض من الناس الذين تصابوا بأعراض جانبية. نتيجة اللقاح المستعملين في كوفاكس. إذن نحن في المغرب كيف نتعامل مع هذا الوضع؟ الناس الذين يأخذون الفاكسين من الوامس. وبنت لدي أعراض جانبية من حقه يطلب من الوامس التعويض. والوامس تقرع على أنها ستعويض الناس. إذن نحن في المغرب لأنه الآلية التي تتتبعها. نحن في المغرب. لأن الحكومة والوزارة الصحة تتبع الناس الذين يقومون بالفاكسين. وأنه يكون مدرسا بالفاكسين. لأنه يمكننا اللقاح. هل يمكننا فرقنا بالفاكسين والفاكسين. وذلك يجب أن نتعرض على الأعراض الجانبية أن نحضروا. لنحضروا على الأقل على هذا الوامس. لأن نقوم بالنمسا في الصعب والفاكسين والأشخاص الذين يأخذون من الوامس. حصروه وحيدوه من المارشي وحيدوه من الاستعمال في انتظار انه يتم استكمال التحقيق فيه لن يبينو اعراض اخرى. نحن في المغرب لم يتعلق بالأعراض الجانبية التي كانت تصل بها. قبل ان اهضرت على الحالة الوفاية التي توصلنا بها. هناك الكثير من الحالات للقاء والإسهال والتعاب والعواج التي لا تتابعوه معهم. حالات المرأة والراجل الذين لا يستطيعون حركوهم. كيف سنتعاملون مع هذا الوضع؟ هذه مجموعة الأعراض الجانبية التي كتبتها. تحتاج التسبوع بشكل دقيق جدا. وحينما يستطيعون انه يقوموا بالأعراض والتحجن. ويؤكد ان تكون الوضعات لهم. ربما يمكن أن اعرف ان الوضعين الذين دعووا الفاكسان لم يستطيع التحجن. وفي الوقت التي تتبعوها حالة بحالة. نكتب أن أن نتابعوا حالة بحالة. في دنمارك وقفت مدة 14 يوم حالة واحدة للوفاة. لا يمكن أن ان يكون حالة بالتايلون. بالنسبة لطايلوند والنمسا نحن نتبعه ونرى مثلا هذه الحالة الزيتوني التي توفى في الضر البيضاء نحن نتبعه نعرف ما هي نتيجة اللقاح أو لا أو نتيجة نتبعه هذا الوضع المزيد خاصة في المرحلة المقبلة سوف يكون دزول الطرنش الأقل من 60 سنة والفئة العريضة في المغرب 30 سنة أو 40 سنة سوف نتبعه بشكل دقيق لأنه لا يمكن أن يكونوا أعراض أخرى هناك موضوع كذلك أثير خلال يومين السابقين مرتبط في دولة الإمارات التي طالبت من المواطنين أن يجعلوا جرعة ثالثة من السينوفارم والفاكسين من المغرب لماذا؟ من خلال المتحدة من خلال قطاع الصحة من خلال المواطنين من المناعة لم يتمكن بما يكفي لأن الفاكسين يعمل من خلال الجرعة سينوفارم سوف تبقى المناعة في مجموعات في الفيديو من خلال السينوفارم المشكلة هي أن نجاعة لا تفاوض 50-60% لذلك من خلال الجرعة لا تحقق 50% 30-40% في 30-40% لأنه يعتبر غير ملقاح لأنه تبعته في فرنسا وقفت تصنيع اللقاح التي تعملها مع سانوفي لأنه يجعلوا بالنسبة المناعة التي تصل إلى 50% كانت 40-45% فأنا لا يوقفون لأن السينوفارم يحتاج المعطاية كاملة ودقيقة حولها لا يوجد هذا لأن الإمارات يجعلوا بسانوفارم لماذا في المغرب تستخدموا جرعة تالتا لأن السينوفارم لا يوجد وزارات الصحة ترجمنا ثانيا إذا كان الإمارات تستخدم هذه الحالات تحليل وما بالنسبة لأن الناس يأخذين كثيرا لأنهم يجعلون كثيرا وما يجعلون كثيرا لأن الإمارات إلا أننا سأخذوا 40 دوز وإذا كانت تسليل يجعلون فهمين بالنسبة للمعطايا يجعلون دوز السينوفارم يجعلون فهم black ونرى لأنهم مناعة وما يجعلون وعلى الأسف بالنسبة للمعطيات ومعطيات خاصة للجربة السئلة السيئلة ويجعلون كلهم يجب أن نعطيه هذا يزيد الأسئلة التي كنا نطرحها على سينوفار لا نخص الكثير من الوقت لكي نرى ويبدأت تكتبان بالدليل من خلال الإقرار الإمارات لأن هذه التروازية مدودة قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا في فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية